عشر سنوات مرت وعمار طريح الفراش ينتظر من يعيد له بصيص أمل في الحياة والسير على قدميه بعد أن أصيب بشلل الرباعين وهو في الربيع الأول من عمره أثناء السباحة في إحدى الأنهري في منطقة الهدياد الغربي مدينة بعقوبة بصف الخامسة بداية وهسا جماعتي تخرجون من الكلية أطالب بالناس الخيرة أهل الغيرة الناس الأهل الحمولة أن يساعدوني يشوفون حالتي يعني أنا عندي علاج ونسبة نجاحة مية بالمية وأطالب أهل الغيرة وأهل أهل الكرام حتى لو على عكازه حتى لو على عكازه الحمد لله وشكر أراض على حكمة الله حتى لو أمشى على عكازه الحمد لله وشكر وناشد والداه المنظمات والجهات الحكومية بالنظر بحال ابنهم بعد أن تقطعت بهم سبل العيش ولا يريدون إلا أن يروا ابنهم يتخطى ولو على عكازات لا سيما بأن أقرانهم من أبناء المنطقة أكملوا دراستهم الجامعية وهو طريح الفراش وعربته السند له بعد الإصابة هاي المدمر في 2011 قرح فراش بلاي 2017 عرضت على دكتور هنا بدياله قال هاي العملية غلط بعدين سافرت بي للهند سويت العملية صلحت العملية ماتة بالربط بعدين قال للدكتور قال راد لأ العش طبيعي لأنه عنده ضمور بالعضلات فسافرت بي التركية ظليت بي شهر هذا الشهر حصل لتيجة تقريب 20% قام يقدر يقعد واحدة كان أكوى أجزاء تشارة ميتة عنده اللي هي مثل حركة رجلة حركة تيدة هاي حصل بس الدكتور التركية راد قال عندي ستة شهر يبقى في سبيل يوقف على عكازات صاني ما عندي هاي المكانية جمعت كلها تخرجوا يعني صالها دع السنة على هاي الحالة وياريت يعني أرد بس يباعهم على الحالة يمشي حتى لو على عكازة وحمد الله وشكرا كل طيب يباعوا على ابني لم يكن عمار الأول ولن يكون الأخيرة يطالب بمد يد العون ومن يعيد له الأمل في الحياة في ظل الظروف القاسية التي تعانيها الكثير من العوائل بظنك العيش في عراق تنهب ثرواته من قبل الفاسدين من محافظة ديالة حسن شمر التغيير الفضائية الناس ترجمة نانسي قنقر